في الأيام الماضية القليلة أدخم البقائيون بالكثير من الخدمات على أسبوعين متتاليين نفذت كل الوعود التي سمعنا عنها خلال ربع قرن بخطابين عظيمين لم يستحي أصحابها من أن يقفوا ويخاطبوا البقائيين بحديث ممقوط مكروه مرفوض وباعتذارات ساققة بعد أكثر من ربع قرن جاءون بإنجاز عظيم وعدون أن يشرعوا الحشيشة وعدون أن يبصموا المنطقة ببصمة طالما حاولت المنطقة أن تهرب منها أن منطقة الحشيشة الحشيشة والحشاشين ليسوا نحن هذه المنطقة تبرأ منكم ومن الحشيشة التي فرطموها عليهم ليعلم الصغير والكبير أن هذه المادة وكل المخدرات تشرب من أيديكم ويعود ريعها لبعضكم فقط عارها علينا وعلى المنطقة إذا كان عندكم كم حشاش يصفق لكم المنطقة ضدكم وضد حشيشتكم على كل حال أنا أنصح أنه ينعمل صنم للثناء الشيعي وبينهما نبتة حشيشة على باب البقاع ونسجل إنجازات الثناء الشيعي تحويل منطقة البقاع إلى منطقة حشاشين قبحكم الله على هذه الإنجازات صورنا إنجازات أعمال آخر عمرنا تعملون حشاشين حشاشين ماذا نحن نريد حضارة نريد لأبنائنا المستقبل نريد نعيش بكرامتنا على كل حال لا والآن كمن هيك العذر بأنه نحن ما إلنا علاقة بالدولة يعني إذا أنت قلت ما إلي علاقة بالدولة يعني أنت معذور كيف تتصدى نيابة عني لشؤون المنطقة ثم تترك المنطقة لللصوص كيف هذه خيانة أنتم خنتم المنطقة ذبحتم المنطقة ذبحتم المنطقة أمر آخر أين الأمن في المنطقة معلمي عندكم خطط أمنية وين هي عملت جريمة قتلت أبرياء بحجة ملاحقة مطلوبين حتى تقولوا بأنه نحن لا نستطيع أن نكمل لا لا أنتم فيما فعلتم مجرمين ثم عطلتم الأمن في المنطقة المنطقة سائبة أمنيا أنتم السبب كل الدنيا فيها سلطات ودول وكل الدنيا فيها مخالفين للسلطة وفي ناس تلاحق لكن بكل الدول ما فيها الجرائم التي ترتكب بإسم الأمن ثم تعلنون أنكم معذورون السلطة السلطة عليها أن تحفظ أمن المواطن البريء وعليها أن تلقي القبض على المذنب وتحوله إلى المحاكم ولا تقتله بالشارع إلا في حالة الدفاع عن النفس أنتم لم تفعلوا هذا أبدا أنتم ارتكبتم جريمة حتى تتركوا الأمن في البقاء سائبا كما هو وأنا أعرف الدوافع وراء هذا العمل الكريه اللعين نقطة ثانية قبل أن أبدأ بالنقطة الثانية أقول للبقاعيين ولللبنانيين هذه السلطة هذه السلطة الموجودة في بيروت هذه السلطة ستدمر لبنان أكثر مما دمرته هذه السلطة لا أمان لها لا كرامة تقتصف بالخيانة وبالسرقة واللصوصية والقذارات هذه تحتاج إلى محاكم لتعاقب على جرائمها أيها اللبنانيون دافعوا عن أطفالكم ومستقبلكم لا ترضخوا لهؤلاء لا تصفقوا لهم تظاهروا ضدهم اضغطوا عليهم أخرجوهم من السلطة إن استطعتوا نقطة ثانية إدلب اليوم يحتشد العالم حول مائدة إدلب إدلب بملايينها من الأطفال والنساء والعجاز والذين لا حول لهم ولا قوة تحتشد الأساطيل حول إدلب والكذب الدولي يعني لاحظين أنه الروس يتهمون الأمريكان والأمريكان يتهمون الروس ويتهمون النظام وأن فيه توليف دولية لقتل الشعب السوري الشعب السوري لم ينتهوا من قتله شرد في كل مكان عذب في كل مكان قهر في كل مكان اليوم الشعب السوري هائم على وجهه في كل أنحاء الدنيا مش بس الشعب السوري المصري كذلك والعراقي كذلك واليمني كذلك نحن في سياسة تهجير لشعوبنا في الدنيا إدلب اليوم على المائدة ليش هذا أليس شعبا يستحق الحياة بالحد الأدنى الحد الأدنى أن هذا الشعب يقدم له حل 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 سليم حل مبني على إرادة الشعب السوري يعطى للشعب السوري كل الحق في اختياراته كل الحق كل الحق ونكذب بالانتخابات نقول هذا الشعب انتخب لا لا يكون فيه حق حقيقي يستطيع أي مواطن يعبر عن موقفه بالتصويت وبالشارع بهدوء دون أي أذى ثم يطالب الجميع بالاحتكام لهذا الحل ومن يخالف حينئذ نرى ماذا يفعل نرى ماذا نفعل أما ما يجري اليوم جريمة حقيقية بحق كل طفل وكل امرأة وكل بيت وكل رجل وكل صغير وكل كبير في سوريا كما هو شأن اليمن كما هو شأن ليبيا كما هو شأننا في أفغانستان كما هو شأن الأمة في كل مكان نحن نذبح نحن نذبح خدمة لمكاسب الدول الكبرى من المستفيد في سوريا الروس والأمركان نحن نستنكر ونقف ونعلن أن ما يخطط لإدلب جريمة بحق أمتنا كل الأمة وقتل طفل بإدلب هو قتل كل أطفال المسلمين واعتداء على كل أطفال المسلمين أنا أدين كل من حمل السلاح في سوريا ودمر سوريا كان بإسم معارضة وكان بإسم موالات لأن المعارضة والموالات المسلحة شركاء في جريمة قذرة أبادت أهلنا في سوريا ودمرتهم وندين تدخلات الدول الكبرى ونعتبر أن التدخل الروسي والأمريكي في سوريا أو في اليمن أو في العراق أو في أفغانستان أو في ليبيا أعمال عدائية غزو غربي لأمة آمنة ولشعوب آمنة بقصد الاستيلاء على هذه البلاد ومقدراتها وثرواتها وأهلها وشعوبها لا نضحك على بعضنا وكل من يشارك وكل من يؤيد هذه المشاريع النجسة هو شريك وهو عدو لأمة محمد وهو عدو لهذه الأرض وهو عدو للقرآن وللمسجد الأقصى وعلى أهلنا في سوريا أن لا يرضخوا يمكن للإنسان أن يسجم يمكن للإنسان أن تعلق له مشنقة لكنه لا يرضخ الرضوخ هو الاستسلام والموت والمقاومة مقاومة بالرفض والصمود والصبر باب النجاح باب النجاح لو أن عمار وسمية وياسر باب النجاح وبلال رضخوا لقريش واستسلموا لإرادة قريش ما سمعنا بالإسلام لو أن المسلمين في مكة ومعهم رسول الله رضخوا لضغوط قريش كنا انتهينا ما وصل الإسلام إلنا ولا شفنا إسلام لأنهم صبروا تحت النار تحت التعذيب تحت القهر تحت الإذلال صبروا لا وهم ضعاف هجوا في الدنيا إلى الحبشة وغير الحبشة لأنهم لا حول لهم ولا قوة لكنهم صبروا هذا الصبر أنتج إسلاما عزيزا ننعم بخيراته على شعوبنا كل شعوبنا إن كان في مصر وإن كان في ليبيا وإن كان في سوريا وإن كان في أفغانستان وفي اليمن وفي كل مكان أن يصبروا ولا يردخوا لهؤلاء المجرمين كل المجرمين أن يصبروا ولا يردخوا ولا يستسلموا صحيح أمامنا أيام صعبة مرة لكن الاستسلام هو الموت الحقيقي في فلسطين أمام صفقة القرن أو القرد لا تستسلموا حتى لو كنت وحدك أنت الإنسان المواطن الوحيد الذي لا تملك قوت يومك قل لا لا أقبل لا أقبل باب الاستمرار والأمل بالناصر هي كلمة لا لا أقبل وباب السقوط والدمار والنهاية أن تقول استسلمت في لبنان لا تستسلموا لهؤلاء اللصوص الحشاشين الأوريانجية اللصوص السفلة السرقوا البلد جايين يخدعونا بالحشيشة أبا حوام الله بسوريا لحد يستسلم بكل مكان بالعراق قف أيها العراقي في وجه أولئك الظلم الفسدة أسقطهم أخيرا نحن على أبواب عشورة وأخاطب الشيعة هنا في هذه المناسبة أيها الإخوة للأسف الشديد تكثر البدع ويكثر الكذب على المنابر بغير ما أنزل الله المنابر الحسينية في أغلبها تأتي أنت لتستمع لقصة الإمام الحسين من باب إحياء ذكر أهل البيت لكن تجلس تحت منبر يرتكف عليه أشد المعاصي من كذب وفجور وكلام يذهي ويسقط من كلام يسيء لأهل البيت ولرسول الله وللإسلام هذا ليس إحياء لأهل البيت هذا إماتة لذكرهم انتبهوا إلى البدع نحن اليوم أمام سيل من البدع سيل سيل من البدع الأشكال ما يسمى بإحياء مراسم كربلة هذه المراسم وهذه الإشكال تحت عنوان الأجر والثواب تبه لها الأجر والثواب وكل إنسان بيخترع طريقة أجر ثواب ماذا يعني أنت تضيف على دين الله أمرا هل أمر به الله هل أمر به الله في القرآن الكريم هل جاء على لسان نبينا هل ورد في ديننا أم أنك تخترع رأيت النصراني في موسكو يبيت طبر جيت تطبر هذه شعيرة مسيحية نصرانية جئت بها إلى الإسلام ماذا فعلت رأيت الهندوس بيمشي على الجمر جيت ومشيت بكربلة على الجمر ماذا فعلت أنت أحييت شعيرة هندوسية عينا مثل هذا مثل الذين يقلدون الغرب بالسفور والفسوق والمعاصي هؤلاء يميتون دين الله ويحيون شعائر فسق وفجور تحت عنوان التطور انتبهوا انتبهوا ما تفعلوه فضلا عن أنه فتنة بين المسلمين فضلا عن أنه معصية فضلا عن أنه لم ينزل فيه شيء هذه جريمة تدخلك النار أنت أنت تحدث في الإسلام بدع من قال لك أن المشي على النار فيه رضا الله من أين جئت بهذا هلأ تتفلسف لي من قال لك تقليد المسيحيين بحمل السلبان وبالضرب على الرؤوس والظهور أن هذا فيه رضا الله من أين جئت بهذه الشعيرة من أين اخترعت هذه البدعة أيها الشيعة أنا أقول لكم كل من أراد أن يحفظ دينه ويتق الله ولا يدخل في معصية ولا بدعة يتقيد فيما هو دين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأهل البيت وبخيار المؤمنين والصحابة وأي عمل خارج هذا هو بدعة وضلالة وفي النار وملعون صاحبها أنت تجلس تحت المنابر وتسمع أمورا غريبة اليوم تصرخ أمام الناس يا أخواني ما هذه البدعة أليست بدعة يقول فلان شاف منامه يا أخي هل الدين أحلام ومنامات لا فلان ظهر عليه النبي فلان أو شو أنت نبي شو أن نازل عليك الوحي جديد خاتم الأنبياء رسول الله أنت تدعي بأن علي بن نبي طالب صلى الله عليه ظهر عليك وقال لك يعني أنت صرت نبي تخترع لنا جديد تخترع لنا دين جديد هون ببعلبك سيدة خولة ما في مصدر ولا في أي كلام أن هنا في مقام وأنه يصلى والسلام هذه هذه الطقوس العبادية من أين جئتم بها من قال لكم أن هذا شرع أنتو عم تعملوا مثلا كمان مقام بتلصفية وعم تعملوا مقام ثالث بالطيبة والرابع ما أدري وين والخامس ماذا تفعلون هذا ليس دين أنتم سلطم على طريقة النصهرة على كل رابية أو تلة صنم يذهبون إليه والله في قديس فلان والنصار ذاهبون إليه وفي القديس فلان وفي حذو القذة بالقذة نحن نمشي على طريقهم كما قال رسول الله تعرفون هذا أيها المسلم احذر لدينك واحذر لآخرتك إحياء دين الله هو المطلوب ومن يعظم شعائر الله هذه ليست من شعائر الله شعائر الله تممها في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم يعني هذا الدين صار كامل أي زيادة عليه هو بدعة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي والنعمة تامة وأي زيادة ليس من النعمة ورديت ورديت لكم الإسلام دين وإن هذا صراطي لمستقيم وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم سبيل الله أين القرآن الكريم أنتم ماذا تفعلون كل إنسان منكم ذاهب في سبيل كان سيعي أو سني في عند السنة مثل الشيعة كذلك بدع ما أنزل الله بها من سلطان على الجميع أن يعودوا إلى القرآن الكريم لا يغضب أحد يقول هذا خطر على المذهب لا هذه صارت جزء من شخصية المذهب شو جزء من شخصية المذهب أنت والمذهب وكله إذا ما كان جزء من الإسلام حقيقي لا قيمة لك إذا ما كنت منضبط بالقرآن بدين الله متبع بجد لرسول الله أنت ما إلك قيمة ما إلك وجود ما إلك معنى لا يتحمس الإنسان وينشط لأمور قد ترديه في غضب الله جل وعلا شأنه الكريم نسأل الله لنا ولكم ولجميع المؤمنين التوفيق والابتعاد عن البدع والالتزام بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته